اهلا وسهلا بحضراتكم في المركز القامل البحوص الاجتماعية والجنائية المركز القامل البحوص الاجتماعية والجنائية معني بشقين مهمين جدا اللي هو إجراء البحوص للمشاكل اللي بتواجه المجتمع المصري وما يطرق عليه من أحداث اجتماعية وسياسية تاني شق وده شق هام جدا من شغلنا في المركز اللي هو الشق التدريبي وهو إجراء الدورات التدريبية لتنمية ورفع كفاءة الكائن البشري أو العنصر الأساسي للتنمية في مصرنا الجديدة بالنسبة للجرائم الإلكترونية فطبعا انطلاقا من تخصصي هو قسم بحوص كشف الجريمة فإحنا في القسم معانيين بجزئين اللي أنا تحدثت عنهم اللي هو إجراء البحوص عندنا بحث موسع جدا عن الجرائم الإلكترونية بكل أبعادها وكذلك عندنا دورة تدريبية متخصصة في الكشف عن الجريمة الإلكترونية بالطرق الحديثة بالنسبة للجريمة الإلكترونية لو جينا نقول إيه تشابه ويه الاختلاف ما بينها وما بين الجريمة التقليدية فالجريمة بتشمل ثلاث أركان الركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني بتوجهنا صعوبة في الجريمة الإلكترونية وهي الجانب المادي إن مصرح الجريمة مش موجود مصرح الجريمة موجود على الإنترنت بكل الأركان بتاعته وبالتالي المحقق أو جامع الأدلة بيكون عنده مشكلة كبيرة في إن هو يجمع كل الأدلة اللي بتشير إلى الجاني أو الجريمة بأركانها عندنا أنواع طبعا كتيرة جدا من الجرائم الإلكترونية في منها الجرائم اللي بتواجه الأفراض زي تشويه الصمع زي انتحال الشخصية فيه جرائم بتواجه مؤسسات الدولة زي اختراق الحسابات والحصول على البيانات الخاصة بكل مؤسسة عندنا جرائم طبعا متخصصة في الجريمة المنظمة وانتشار الإرهاب والهجرة الغير شرعية عندنا كمان برضو من أحد أنواع الجرائم الإلكترونية مهمة جدا هي الإتجار بالمخدرات لعني أنا ممكن أتاجب المخدرات وأنا بره البلد خالص عبر الأوطان تمام؟ وعندنا كمان جرائم ودي طبعا بتهم جدا مجتمعنا المصري وهي الجرائم الإلكترونية الخاصة بالأمن العام للدولة دي كده أنواع الجرائم الإلكترونية الأكثر انتشارة متبلدنا طيب مشكلتنا في الجرائم الإلكترونية أن عندنا غياب في الوعي الوعي سواء كان على الأفراد أو على مؤسسات الدولة لو تكلمنا عن الأفراد فإحنا لازم أن نوعيهم بأركان الجريمة الإلكترونية وإزاي هو يقدر يحدد أن دي حد بيحاول يخترق حسابه أو بيحاول أن هو يشوه سمعته وإزاي يقدر يبلغ عنها بطريقة سليمة مكتملة الأركان دور الدولة كمان يتكاتف مع دور الإعلام في أن احنا ننشر الوعي ضد الجريمة الإلكترونية وإزاي المواطن يبقى عارف أن هو مهدد لأن احنا ما عندناش توعية كافية بحجم المشكلة بتاعة الجريمة الإلكترونية طبعا في ظل التحول الرقمي يبقى لازم دورنا الأساسي أن احنا نعمل توعية وده برضو دورنا إحنا في المركز وفي القسم بحوث كشف الجريمة أن احنا بنعمل الدورات التدريبية علشان التوعية تكمل أن دورنا في المركز لنشر الوعي فإحنا بنعمل بروتوكولات تعاون مع الجهات الموجودة في الدولة لنشر الوعي وتنمية المهارات فمنها مثلا بروتوكول تعاون مع هيئة قضايا الدولة لإجراء البحوث ولإجراء الدورات التدريبية للكوادر الفنية الموجودة عند سيادتهم كمان مع الجهات السيادية الأخرى الموجودة في الدولة وآخر حاجة كانت مع الهائة العامة للاستعلمات برضو المعنية بدور الإعلام في مواجهة الجريمة الإلكترونية زي ما تكلمنا وقلنا أن فيه أركان للجريمة فالجريمة من أحد أركانها الهمة جدا بالنسبة لي هو مصرح الجريمة طيب إيه مشكلة الجريمة الإلكترونية؟ أن مصرح الجريمة مصرح مفتوح على الفضاء الخارجي فيه أدلة كتيرة جدا يسهل جدا على الجاني أنه هو يخفيها أو يدمرها تدمير شامل ما نقدرش نحن نوصل لمكانه ولا الأسلوب اللي هو استخدمه يعني يقدر يخش يختارك الحسابات البنكية وياخد الحسابات ما نقدرش نقدر نتتبعه ونصل لمكانه ولا الأسلوب اللي هو استخدمه في الجريمة يبقى أنا كده فقط شق جامد جدا من الأركان بتاعت الجريمة وهي مصرح الجريمة وده هنا المشكلة اللي بتقابلنا في إثبات الجريمة وبالتالي الدورات التدريبية بتاعتنا والأبحاث اللي احنا بنجريها في المركز بتشمل هذا الشق التقني الشديد جدا نيجي بقى لدور الفرد في مواجهة الجريمة الإلكترونية الفرد لازم يعرف إزاي يأمن كل حاجة إزاي يأمن الموبايل احنا بنعلمهم هنا إزاي يأمنوا الموبايل بتاعهم لأنه بقى فيه دلوقتي عن طريق الموبايلات حتى لو هو قافل كل الأكسس بتاعه للنت أو للمحيط الخارجي أو الفضاء الخارجي زي ما بنقول لكن عن طريق إن هو يسيب بس موبايله جنبه الموبايل ده لو انجي له اختراق هقدر أعرف هو بيتكلم في إيه إيه هي انتماءاته السياسية إيه هي الحاجة اللي بينظمها في بيته أقدر أصوره هو في بيته أقدر أحصر على كل بياناته الشخصية اللي هو بيتكلم بيها حتى مع أفراد أسرته طيب إزاي بقى نأمن ده فيه برامج مخصصة بنبتدي بيه عن طريق المدربين الأكفاء جداً اللي بنستعين بيهم في المركز إن هم إزاي نزيلوا البرامج المتخصصة جداً في حماية الموبايلات إيه تاني السمارت تي في التلفزيونات الـ LCD والLED اللي فيها الكاميرا في البيوت بتاعتنا كلها كل دي فيها اختراقات لحياتنا الشخصية وبرضو من خلال الدورة التدريبية بنعلم إزاي نحمي بيتنا من خلال برامج معينة بنصطبها للراوتر نفسه الحسابات البنكية بنطبعاً بنوعي الفرض إن هو ما يدريش بأي بيانات شخصية تعلق بأرقام المسجلة على الكارت بتاعه أو على أرقامه الشخصية أرقام الـ ID بتاعته البطاقة الشخصية كل دي من الحاجات اللي احنا بندرب عليها الكادر اللي حاضر معي الدورة التدريبية عشان نقدر نواجه الجريمة الإلكترونية هدف المركز في الفترة الجاية إن هو يبتدي ينشر الوعي سواء من خلال البروتوكولات التعاون اللي احنا بنعملها مع الجهات الأخرى من خلال الأبحاث عندنا بحث متعاون فيه كل الجهات السيادية والجهات العلمية الموجودة في الدولة للكشف عن الجريمة الإلكترونية بكل أركانها وتحديد إيه هي درجتها بما فيهم انتشار المخدرات ومخدرات الرقمية طبعاً مخدرات الرقمية ده جانب تاني خالص ومنتشر في الشباب فطبعاً مهم جداً إن احنا نوعي الأهالي أولياء الأمور إزاي يقدروا يحموا ولدهم من الاختراقات ومن الحاجات اللي ممكن تأذيهم صحياً ونفسياً واجتماعياً دورنا كمان كمركز قامل لبحث الاجتماعية والجنائية إن احنا بنعمل الندوات المتخصصة جداً في كل مشكلة بتواجهنا في المجتمع سواء كان بنعرض فيها نتائج أبحاثنا اللي احنا قمنا بيها أو أي مشكلة بنجيب المعنيين وصنع القرار بحيث إن احنا نقدر نقعد على ترابيزة واحدة ونشوف ايه المشاكل اللي بتواجهنا وازاي نقدر نتغلب عليها بوجود كل أو بتقطعات ما بين كل مؤسسات الدولة الحياة طبعاً التكنولوجيا في الأساس هي مفيدة جداً للمجتمع وفي تطور الإنسانية ولكن بالتوازي الحقيقة يمكن استخدمت في ارتكاب العديد من الجرائم وبالتالي يمكن لما نتكلم عن الجرائم الإلكترونية هنجد إن في طبيعتها هي أكثر خطورة من الجرائم العادية من ناحية إن هذه الجرائم الحقيقة واسعة لانتشار أو لما الشخص بيرتكب جريمة إلكترونية بيكون انتشارها واسع جداً مصرح الجريمة نفسه بيكون متسع جداً قد يكون عامل للحدود الوطنية مجرد ما أنشر خبر أو شائعة بتنتشر على مستوى العالم كله استخدام هذه الأدوات بيزيد من خطورة الجرائم الإلكترونية حاجة تانية طبعاً إن جرائم الإلكترونية ربما بيتختارك خصوصيات الأفراد الشخص نفسه ربما الضحية بيساعد على اختراق خصوصيته نتيجة عدم معين يعني إحنا بنشوف إن بعض الأشخاص بيكتبوا بعض المعلومات عن حياتهم الخاصة يكتب نحن الآن في سفر إلى مثلاً منطقة سياحية وإن إحنا مش موجودين في المنزل ده بيساهل ليه الجاني إنه يسرق المنزل ده موجود كتير جداً فدايماً الخصوصية مرتبطة بفكرة الوعي وإزاي إن إحنا ما نتكلمش كتير عن حياتنا الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في مشكلة مهمة جداً في الجرائم الإلكترونية إن هي مرتبطة بنوع الجاني نفسه الجاني نفسه بيكون على مستوى معين من الزكاء على مستوى عالي جداً من العلم بفنيات اختراق هذه المواقع وبالتالي يمكن مهم جداً إن إحنا لما بنتكلم عنه الجرائم الإلكترونية بنقول إنه محتاجة كوادر معينة للتعامل مع هذه الجرائم أيضاً لما بنبص على الجرائم الإلكترونية هنجد إن في مجموعة من الجرائم الحقيقة يمكن فوق إن هي بيه تقتحم خصوصية الأفراد إنما ممكن يحصل التهديد للأفراد عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي إن الشخص يبعت رسائل تهديد لشخص ما أو برضو ممكن أحياناً الجرائم بترتبط بفكرة حماية الأداب العامة في المجتمع بنشوف فيديوهات أو بتتم تشيرها على وسائل التواصل الاجتماعي بتؤثر في قيم المجتمع أو بالتالي الجرائم الإلكترونية بتظهر خطورتها في مدى الانتشار اللي بيترتب عليه في هذه الجرائم أحياناً زي ما قلنا إن الضحايا نفسهم بنتيجة عدم الوعي بيبقى سهل جداً إنه هو يكون ضمن ضحايا الجرائم الإلكترونية زي ما شفنا الشخص اللي بيعرض خصوصياته على وسائل التواصل الاجتماعي بيسهل للجناء إنه هم يقطحموا حياته الخاصة ويرتكبوا مثل هذه الجرائم عشان كده هنجد إنه الدستور المصري فوق إنه تكلم عن مكافحة الأمية الهجائية تكلم أيضاً عن مكافحة الأمية الرقمية والحقيقة ولذلك يمكن مهم جداً إن المؤسسات في الدولة كلها تتكاتف ويتم التنصيق بينها لعمل برنامج قومي لمكافحة الأمية الرقمية في ظل الاستخدام السريع جداً وبكم غير طبيعي لتكنولوجيا المعلومات في مجتمعنا وزي ما احنا شايفين إنه إحنا الوقت بناتحول إلى التحول الرقمي في كل مناحي حياتنا حاجة تانية برضو مهم إنه إحنا نتكلم عليها وإمكانت تكلمت عنها في الأول فكرة إن هذه الجرائم غالباً بيكون عابرة للحدود الوطنية لأن مصرح الجريمة في الجريمة الإلكترونية بيكون ممتد عبر الحدود وبالتالي بنجد صعوبة في عملية تتبع الجناء وملاحقتهم وتقدمهم للمحاكمات الجنائية طبعاً القانون المصري يمكن دخل في قانون عقوبات وبعض القوانين الخاصة جرائم لمرتكب مثل هذه الجرائم الإلكترونية هذه العقوبات يمكن بتتدرج حسب خطورة ونوعية الجريمة الإلكترونية اللي تم ارتكابها أحياناً بيبقى الجريمة الإلكترونية ممكن أستخدم الوسائل الإلكترونية في ارتكاب الجرائم العادية وأحياناً أيضاً بتبقى الجريمة زي طابع فني أو تقني زي مثلاً ما بختارك مثلاً حسابات بنكية ودي طبعاً بتدل على مدى خطورة الجاني ومدى استعابه للفنيات دي وبالتالي هو محتاج ملاحقة من نوع معين تتبع من نوع معين لأن طبعاً أحياناً المواقع اللي هي المظلمة بتكون مشفرة بشكل يصعب الوصول إليه ويمكن ده بيتطلب وجود كوادر قضائية وكوادر في الضبط القضائي عندها قدرة لهذا التتبع وما يخص الجانب الأعلامي بالنسبة للجرائم الإلكترونية يمكن إحنا في الدورة بتاعة المركز تقريباً يعني أكتر حاجة من نركز عليه هي الثقافة الرقمية باعتبار أن هي ظهير التوعية الخاص بالجريمة الإلكترونية يمكن إحنا لمسنا في الفترة الأخيرة الجرائم اللي حصلت في البنوك والحملات اللي قامت بيها الدولة للتوعية بالثقافة الرقمية الخاصة بالشمول المالي فلو إحنا تخيلنا أنه كان إحنا عندنا توعية مسبقة بهذا الأمر يمكن كنا حنتجنب الجرائم الإلكترونية دي بشكل كبير اللي حصلت في الفترة الأخيرة أيضاً التربية الإعلامية من المهم أن يكون في مناهج التربية والتعليم والجامعات وده موجود في كل دول العالم مناهج خاصة بالتربية الإعلامية والثقافة الإعلامية خاصة في ظل ظهور الإعلام الرقمي المناهج دي بتقوم على فكرة التحليل النقدي وإزاي الشباب تحديداً يكون عندهم قدرة على تحليل المواد اللي بيتعرضوا ليها في السوشيال ميديا وفي الإنترنت بواجهة عام إزاي يقدروا يردوا كمان عليها يصنعوا المحتوى بنفسهم ويكون عندهم قدرة على التحري كمان بالمعلومة من خلال الـ verification tools أو أدوات التحقق من المعلومات أدوات التحقق من الحاجات المهم جداً أن يكون مش بس الشباب ومش بس الـ teen agers يكون عندهم فكرة عنهم إنما حتى المواطن الأعمار المختلفة في الثلاثينات وفي الأربعينات من المهم أن يكون عندهم وعي بيها لأن ده بيساهم في عدم انتشار المعلومات المضللة على الإنترنت وعلى السوشال ميديا وبيخلي المواطن عنده قدرة على تحري المعلومة بنفسه يمكن الدورات بتاعة المركز أو دورة الخاصة بالقرارة الإلكترونية تحديداً عندها الجزء ده الشقي ده موجود في الجدول بتاع المحاضرات سواء كان للموظفين أو المسؤولين في الجهات الحكومية اللي بيجوا ياخدوا عندنا هذه الدورات أو لو إحنا كمان استدعينا غيرهم من الشباب والمواطنين العاديين ده كله حينامي فكرة الثقافة الرقمية والثقافة العالمية العالم عليه دور مهم سواء كان من خلال الحملات أو البرامج أن يكون فيه توعية بفكرة التحول الرقمي اللي بيتقوم بالدولة لأنه فيه تحول رقمي على كافة مؤسسات الدولة خاصة في الجزء الخدمي للأسف أغلب المواطنين مش بيعرفوا يتعاملوا معه بشكل كبير وده محتاج توعية من الإعلام محتاج حملات محتاج البرامج تركز أكتر على الخطوات المتاحة في الخدمات على بوابة مصر الرقمية إزاي المواطن العادي يقدر يتعامل معاها إزاي يقدر يستفيد من كل الخدمات اللي بتقدمها الدولة سواء كان في فكرة الخدمات أو في فكرة الحصول على المعلومة من على شبكة الإنترنت من خلال كل المواقع لمؤسسات الدولة اللي بتوفرها الدولة دايما لكل مؤسسة خاصة بيها فيه موقع إلكتروني فيه المعلومات الخاصة بالمؤسسة فيه طرق الدفع طرق التعامل مع المؤسسات بنشوف وزارة العدل في الفترة الأخيرة قامت بدور كبير جدا في موضوع تحاول الرقمي بدأنا يبقى فيه عندنا جزء التوثيق والخاص بالتوكيلات كل ده أصبح متاح المرور طبعا يمكن وزارة الدخلية من أوائل الناس اللي قامت به كل هذه الخدمات محتاجة لثقافة رقمية وتوعية خاصة بالمواطن علشان نقدر نستفيد أقصى استفادة ممكنة مما تقوم به الدولة فترة الجاية إن شاء الله المركز سيكون مهتم جدا بفكرة التحول الرقمي والجرامة الإلكترونية سواء على مستوى الدورات أو على مستوى البخوث فالجزء بتاع التقرير الاجتماعي تحديدا نقدر نقول أنه هيهتم بالمكون التحول الرقمي بشكل خاص سننزل على مستوى عينة قومية لدراسة فكرة التحول الرقمي في إطار تحول اللي بتقوم به الدولة وفي إطار جهود الدولة لفترة